في شأن الدولي أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم أن زعيم حماس إسماعيل هنية قتل في طهران مع أحد حراسه الشخصيين فيما أوضحت الحركة الفلسطينية أنه قضى في غارة إسرائيلية وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني أن مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاوبة الإسلامية حماس تعرض للقصف في طهران ونتيجة لذلك قتل هو وأحد حراسه الشخصيين فيما يجري الآن التحقيق في الواقعة وكان هنية قد وصل إلى طهران أمس لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بسشاكيان في مجلس الشورى